بسم الله الرحمن الرحيم بدنا نكمل اليوم إن شاء الله درس جديد عنا بالمادة بس قبل ما نكمله خلينا نراجع إحنا عن إيش ندرس عادي إحنا عم ندرس عن الهندسة ودرسنا بالهندسة مجموعة أشكالي المضلعات وحكينا بدنا نبدأ ندرس عن أصغر مضلع من هاي المضلعات واللي هو المثلث إذن دراستنا عن المثلث ذكرنا سابقاً إن المثلث بتكون من مجموعة أضلع ثلاث أضلع وثلاث زوايا حكينا العلماء لما إيجوا يدرسوا المثلث في مجموعة منهم قسم منهم كان ينظر لأضلعه فقط وفي قسم من العلماء نظر للزوايا هلأ اللي نظروا للأضلع قسموا المثلث لعائلات حسب أنواع أضلعها وأخذنا إيش العائلات اللي تصنفت إلى المثلثات في عنا مثلثات كل أضلعها تساوى في عنا مثلثات فقط ضلعين فيهم تساووا فسمينا الأولى متطابق الأضلع الثاني متطابق ضلعين وفي عنا مثلث ولا إيش فيه تساوى مع الثاني سمينا مختلف الأضلع هاي حسب الأضلع اليوم بدنا نأخذ القسم الثاني من العلماء شو درسوا عن المثلث وكيف قسموا عوائله فالقسم الثاني من العلماء درسوا تصنيف برضو يعني هما صنفوا أو قسموا المثلث تصنيف المثلثات لكن هاي المرة حسب قياسات أو حسب زواياها حسب أنواع الزوايا أو قياسات الزوايا فأنا عندي المثلث بتكون هو بالأصل من ثلاث زوايا زاوية بتكون ملتقى الخط الأول والثاني وملتقى الخط الثاني والثالث وملتقى خط الثالث والأول عنا ثلاث زوايا بالمثلث مو بالضرورة يكونوا متساوين خلينا نحط هاي خط واحد هاي خطين هاي ثلاث خطوط عشان أنا بدي أثلت لكم إنه مو بالضرورة يكونوا متساوين العلماء اللي درسوا حسب الزوايا صنفوا المثلث بطريقة مختلفة حسب الزوايا صنفوها وليس حسب الأضلع قبل ما نشوف كيف صنفوا الزوايا لازم نجاجع إشي بسيط معلومات بسيطة عن الزوايا هلأ الأضلع إحنا حكينا الضلع عبارة عن خط مستقيم الخط المستقيم لما أجي أوصفه أنا لشخص لما أحكي لشخص عندي خط مستقيم بوصفه بالطول فبحكي له طوله مثلاً خمسة سانتي طوله عشرة سانتي فبوصفه بالطول فعشان هيك ما إله إلا صفة واحدة اللي هي الطول فعشان هيك خط المستقيم لما إجي صنفوا المثلث حسب الخط المستقيم صنفوه فقط حسب أطواله لكن الزوايا أنا درستها سابقاً ودرست إنه إلها أنواع الزوايا درستها سابقاً درستنو إلها أنواع، كانت أنواع الزوايا الزاوية هي عبارة عن ملتقى خطين. فدرست إنه أنا عندي، الإشي الأساسي، عندي إذا التقوا خطين، واحد كان واقف بالكامل والتاني نايم بالكامل زي هيك، بشكله مثل حرف L أو مثل زاوية الورقة هون، هيك زاوية بتيجي واحد واقف بالكامل على الثاني، واحد واقف بالكامل، هذا ثابت، مش معي إلا لليمين ولا معي إلا اليسار، منحط له إشارة زي هيك، هاي منسميها زاوية قائمة، ليش قائمة؟ لأنه عندي عامود واقف تماماً على الأرض. ممكن تيجي الزاوية القائمة بهذا الشكل، ممكن تيجي بهذا الشكل، يعني بهمنيش إنه الزاوية بالكامل تكون مايلة، بس بهمني إنه الخط الأول ما بيكون مايل باتجاه الخط الثاني، بيكون جاي قائم عليها، جاي بشكل مستقيم واقف وقوف على الخط الثاني، خط واقف وقوف على الخط الثاني، بالكامل واقف، مش مايل باتجاهه ولا مايل بعيد عنه، بشكل زاوية بتشبه زاوية الوراعة وبشبه حرف L، سواء مايل أو جاي زي هيك، عادي، بشبه المهم حرف L، هاي منسميها زاوية قائمة، الزاوية القائمة إذا جبت أداتي اللي هي المنقلة، المنقلة هي اللي منستخدمها عشان نقيس الفتحة قديش هو صحة، فلو جبت المنقلة وحطيتها هون، راح أوجد إن الزاوية القائمة بتساوي 90 درجة، بتساوي 90 درجة، إذا زاوية قياسها 90 درجة هاي اسمها قائمة، كيف منقيس إحنا الزاوية؟ اسم وحدتهم درجة منقيسهم بالمنقلة اللي هي شكل نصف دائرة، هاد منسمي منقلة، هاي النوع الأول من الزاوية، نوع الثاني من الزاوية درستو عندنا زاوية اسمها مستقيمة، مستقيمة، زاوية مستقيمة، يعني أنا عندي خطين مستقيمين التقوا هم مع نفس الاستقامة، هاي خط أول وهاي خط تاني، ظلهم على نفس الاستقامة، بما إنهم التقوا في نقطة إذن هم مشكلوا لي زاوية، الزاوية هاي منسميها مستقيمة لأنها شوفو ما غير، ضل الخط مستقيم، فاسمها مستقيمة لو جبت المنقلة وقصت هاي الزاوية قدش فتحتها وساحة بلاقي إنه الرقم اللي بطلع عندي بالمنقلة 180 درجة إن الزاوية المستقيمة هي زاوية قياسها 180 درجة نوع تاني من الزاوية النوع تاني من الزاوية درسته كمان إنه أنا بيكون عندي زاوية برضه هي عبارة عن التقاء خطين لكن واحد من الخطين ما يلعى الثاني فتحتها صغيرة هاي الزاوية تشبه إشارة أصغر أو أكبر تشبه إشارة أصغر أو إشارة أكبر نلاحظ القائمة دائماً نحط لها إشارة مربع بالمناسبة دائماً إذا شفت إشارة مربع بكون بحكي عن زاوية قائمة يعني زاوية قياسها 90 دائماً هذا الحكي هاي حفظ إشارة المربع معناها زاوية قائمة زاوية 90 الحادة والمستقيمة والزاوية الأخيرة نحن نحكي عنهم ما لهم إشارة محددة لكن إن القائمة لازم مربع من حط إشارتها طيب هاي الزاوية اللي هي بتيجي فتحتها كتير صغيرة كتير صغيرة واحد من الخطوط مايل باتجاهي الثاني شوفوا كيف لو اعتبرت هذا الخط أرضي مثلاً هو الأرض التبعي بلاقي الخط هذا مايل باتجاهه يعني لو كنت هذا الخط أنا ماسكته وفلدته رح يقع على الخط الثاني إذا كان الخط الثاني هو الأرض تبعتي للعكس نفس الشيء لو اعتبرت هاي الأرض تبعتي لو اطلعت على الورقة هيك وهاي اعتبرت هالأرض تبعتي بلاقي إنه لو كنت أنا ماسكي هذ الخط وفلدته رح يقع على هذ الخط رح يقع على الأرض تبعتي مايل باتجاهها مايل باتجاهها إذن هاي الزاوية تيجي فتحتها صغيرة بخطين قريبين عن بعض هاي الزاوية بسميها أنا زاوية حادة بسموها العلماء زاوية حادة إيش ما يجد هالزاوية الحادة؟ هي بتيجي أصغر من القائمة أصغر من القائمة الخطين بميلوا ع بعض فالخط هذا رح يدخل لجوه فهي أصغر من الزاوية القائمة فقياسها دائما أصغر من تسعين درجة لأنها أصغر من القائمة لأن الخط هذا رح يميل لجوه يعني بده تكون فتحتها أصغر من هاي الفتحة يعني أصغر من التسعين درجة إذن الزاوية الحادة أصغر من تسعين درجة فلو قلت لكم عندي زاوية قياسة مثلاً 80 عندي زاوية قياسة 70 89 50 35 أي رقم أصغر من التسعين بتعرفوا عطوني أني أنا عم بحكي عن زاوية حاد آخر نوع عندنا من الزوايا اللي هي الزاوية بتيجي فتحتها جداً واسعة جداً كبيرة كثير الخطوط طبعتها بعيدة عن بعض منلاحظ هون أن الخط الثاني بيكون ماي البعيد عن الخط الأول يعني لو أنا ماسكي هذا الخط وفلتته رح يفتح الشكل أنا هتفتح الزاوية على شكل خط مستقيم ما رح يسكروا الخطين عبعض لا رح تفتح لورها فهي الزاوية كتير كبيرة أكبر من الزاوية القائمة من سميها منفرجة بميزها أنه كتير كبيرة الخطين كتير بعض عن بعض فتحتهم إذا أنا اعتبرت واحد من الخطين أرض وتخيلت حالي ماسكي العمود هذا تخيلته عمود أنا ماسكته وفلتت العمود ش رح يسير فيه رح يقع لهون بالقائمة العمود بضل واقف ضل قائم بالحادة العمود بقع على الأرض بالمنفرجة العمود بقع بعيد عن الأرض بقع على الجهة المعاكسة هاي هي الزاوية تبعتي المنفرجة دائماً أكبر من القائمة فتحتها أكبر العمود بيكون ماي البعيد عن الأرض فبيكون بشكل فتحة أكبر من فتحة القائمة فهاي قياسها بيكون أكبر من تسعين درجة يعني لو قلت لكم عندي زاوية قياسها خمسة وتسعين مية مية وعشرين مية واربعين تحكوا لي يعطوهم هاي زاوية منفرجة مية وتمانين زاوية مستقيمة أصغر من مية وتمانين وأكبر من تسعين منفرجة تسعين قائمة أصغر من تسعين حادة منفرجة بتكون أكبر من تسعين لكنها أصغر من مية وتمانين إذا وصلت المية وتمانين بتصير مستقيمة هي أصغر من المية وتمانين أصغر من المية وتمانين ما بتشكل خط مستقيم أصغر شوي من الخط المستقيم لكنها أكبر من الزاوية القائمة هاي أنواع الزاوية أخذناها سابقاً زمان طيب أنا ليش شاجعت مفهوم الزاوية؟ لأن العلماء بدهم يدرسوا هلأ المثلثات من ناحية زواياها طيب كيف بدهم يدرسوا المثلثات من ناحية زواياها؟ إجوا العلماء جربوا يرسموا مجموعة مثلثات جربوا يرسموا مجموعة من المثلثات فبالصدفة أحد المثلثات طلع معهم مثلاً كالشكل التالي كانت كل الزاوية المثلثية مثلاً هاي الزاوية قياسها كان 65 درجة هاي الزاوية 65 درجة كان قياسها هاي الزاوية كان قياسها مثلاً 70 درجة هاي الزاوية كان قياسها هاي الزاوية كان قياسها 45 درجة هذا أحد المثلثات اللي رسموا العلماء مثلاً مثلثتان يجربوا يرسموه طلع معهم فيه زي هيك المثلث طلع طلع معهم إنه هاي الزاوية قائمة قائمة بنحط لها إشارة مربع شو يعني قائمة؟ يعني قياسها 90 درجة قياس هاي الزاوية طلع معهم 90 درجة هاي الزاوية طلع معهم قياسها 30 مثلاً وهاي الزاوية طلع معهم قياسها 60 نوع آخر من المثلثات اللي رسموا العلماء زي هيك طلع معهم هاي الزاوية قياسها 120 درجة هاي الزاوية قياسها 20 وهاي الزاوية قياسها 40 لما إجوا قاسوا الزاوية طبعاً هم مش بس هذا النوع من المثلثات هم رسموا مجموعة كبيرة من المثلثات لكن جميع المثلثات اللي نسموها تشابهت ببعض الخواص اكتشفوا أنه عندنا مجموعة من المثلثات دائماً أرقامها بتطلع أصغر من 90 زي هون 65, 70, 45 كل زواياها قياساتهم بتطلع عندي أصغر من 90 فمن هاي الناحية وجدوا العائلة الأولى عندنا بالمثلثات مثل ما كانوا يعملوا بأطوال الأضلاع كانوا يرسموا هم مجموعة كبيرة من المثلثات وأخذوا كل مجموعة تشاركت بالصفات حطوها باسم عائلة فعندنا هون نفس الإشي أخذوا كل المثلثات صاروا يحبكم نجمع كل المثلثات اللي كل زواياهم أصغر من 90 زاوية أصغر من 90 شو معناها؟ شو نوع الزاوية عندي؟ أي زاوية أصغر من 90 اسمها زاوية حادة فقرروا أي مثلث جميع الزوايا فيه أصغر من 90 يسموه مثلث حاد الزوايا لأن مثلث جميع الزوايا فيه حادة فمنسميه حاد الزوايا كيف معرفه؟ جميع قياسات الزوايا لدي لازم تكون أقل من 90 درجة هذا المثلث حاد الزوايا هاي هي العيلة الأولى من المثلثات حسب الزوايا مش حسب أطوال الأضلع طيب العيلة الثانية من المثلثات إذا اطلعت على الزوايا بس بدون أطوال الأضلع وجدوا أن في مجموعة كبيرة من المثلثات اللي يسموها كان يطلع عندي فيه زاوية وحدة قائمة زاوية وحدة قائمة فسموا هذا النوع من المثلثات صنعوا عائلة الثانية وضموا إلى هذا النوع من المثلثات سموهم مثلثات قائمة الزاوية فيها زاوية وحدة قائمة فسموها قائمة الزاوية أي مثلث يحتوي على الأقل زاوية وحدة قياسها 90 أو محطوط عليها إشارة قائمة لنسميه قائمة الزاوية إذن شو هو مثلث قائمة الزاوية؟ مثلث يحتوي زاوية قائمة شو يعني قائمة؟ يعني قياسها 90 درجة نكون حاطين عليها إشارة مربع أو معطينكم قياسها 90 درجة النوع الثالث من العوائل للمثلثات وجدوا أنه عندنا مثلثات حكينا فيهم زاوية بتيجي كتير كبيرة كتير مثل هون 120 درجة سموا هذا النوع من المثلثات طبعاً 120 درجة يعني الزاوية كبيرة شو نوحة منفرجة؟ فسموا هذا النوع من المثلثات منفرجة الزاوية جميع المثلثات بالعالم اللي ممكن نرسمها طبعاً شو يعني منفرجة الزاوية؟ يعني بيحتوي على زاوية منفرجة أصلاً جميع المثلثات اللي ممكن نرسمها بالعالم أي مثلث ممكن أرسمه بحياتي كلها لازم يكون يا إما كل الزوايا تبعته أصغر من التسعين يعني كل الزوايا تبعته حادة فبيكون حاد الزوايا لازم يا يكون حاد الزوايا أو يكون عندي على الأقل فيه زاوية واحدة تسعين بهاي الحالة بيكون اسمه قائم الزاوية أو يكون فيه زاوية واحدة منفرجة زاوية واحدة أكبر من تسعين بهاي الحالة بيكون اسمه منفرج الزاوية مستحيل أرسم مثلث بحالة مختلفة عن هدول مستحيل أرسم مثلث إلى زاويتين قائمة مستحيل أرسم مثلث إلى زاويتين منفرجة مستحيلة هاي الشغلة ثلاث زوايا قائمة مستحيلة ثلاث زوايا منفرجة مستحيلة يا إما زاوية واحدة قائمة أو زاوية واحدة منفرجة أو ثلاث زوايا حاد مستحيل يكون عندي قائمة منفرجة سوا يا هاي لحال يا هاي لحال يا إما كلياتهم حاد طبعا إذا كان عندي قائمة التنتين البائيات بيكونوا حادة إذا كان عندي منفرجة تنتين البقيات بيكونوا حادة بيكونوا أصغر من تسعين مستحيل يجي منفرجة مع قائمة مستحيل يجي منفرجة مع منفرجة مستحيل يجي قائمة مع قائمة القائمة بتكون زاوية واحدة المنفرجة زاوية واحدة الحاد بيكون كل الزوايا حادة كيف بصلنا في المثلثات؟ كالتالي بيجي السؤال معطيني مثلث يا حاطت لي إشارات أو حاطت لي أرقام كالتالي أنا لا سملي مثلث معطيني قياسات للزوايا لما يكون الأرقام عليها إشارة الدائرة الصغيرة هاي إذن هاي الأرقام تحكي عن الزوايا الدائرة الصغيرة لفوق الرقام هاي اسمها درجة إذن أنا الرقم هاد مقصود فيه فتحة هاي الزاوية إذن هذا المثلث الإشي اللي معطني هي في قياسات زوايا كيف أجيب الصنفه بدي أصنفه حسب الزوايا فتطلع أرقامه 35 و35 هدول أصغر من 90 هدول حادات الزاوية الأخيرة 110 110 أكبر من 90 أكبر من 90 يعني منفرجة إذن هذا المثلث منفرج الزاوية السبب أنه يحتوي على زاوية منفرجة أكبر من 90 بمجرد ما المثلث احتوى على زاوية أكبر من 90 بيكون اسمه منفرج الزاوية يجي للمثال تاني مثلا شوف هذا المثلث شو أرقامه 30 70 80 عندي زاوية أكبر من 90 أو بتساوي 90 لا ما عندي إذن هذا المثلث كل إشي فيه حاد إذن منسميه حاد الزاوية لأنه الثلث زاوية حاد هون مثلاً مو معطني أرقام بس معطني إشارة الإشارة اللي معطني إياها إشارة مربعة شوفوا إشارة مربع هاي الإشارة تعني إنه الزاوية زاوية قياسها 90 أنا ما بهني الزاويتين الثانيات بما إنه طلعت عندي الزاوية 90 بمجرد ما ألاقي زاوية 90 أو زاوية أكبر من 90 فوراً بحدد المثلث يا قائم يا منفرج إذا 90 مثلث قائم فوراً إذا أكبر من 90 فالمثلث منفرج فوراً وجرد ما ظهرت عندي زاوية 90 أو زاوية أكبر من 90 بحكي المثلث يا قائم يا منفرج حسب شو الزاوية التلتاني التانيات ما بهمون هذا النوع الأول من أسئلة الدرس وهاي الفكرة الأولى عنا هاي أول إشي درسوا العلماء لما درسوا زاوية المثلث اللي هي كيف إنهم يصنفوا أنواع المثلث حسب الزاوية فهاي هي الثلاث أنواع اللي عنا إياها وهيك منصنف المثلث حسبها عنا دراسة تانية درسوها العلماء بالنسبة للزاوية راح نكملها إن شاء الله بالحصة القادمة